بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد في باب ما جاء في كثرة الحلف قوله صلى الله عليه وسلم ويظهر فيهم السمن لرغبتهم في الدنيا ونيل شهواتهم والتنعم بها وغفلتهم عن الدار الآخرة والعمل لها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذه صفات ذميمة كل ما تأخر الوقت ظهرت هذه العلامات في الناس وهي نقص في الدين نقص في الأمانة نقص في الخوف من الله سبحانه وتعالى تنعم في الدنيا غفلة عن الآخرة نعم وفي حديث أنس رضي الله عنه لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم نعم كل ما تأخر الزمان نقص الدين وظهر الجهل وذلك لضعف الإيمان في القلوب ولي فقدان أهل العلم الصادقين الصادقين الذين ينشرون الخير ويحذرون من الشر نعم وفي حديث أنس رضي الله عنه لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم قال أنس سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم قال أنس بما لكره رضي الله عنه سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم أنها تظهر هذه الصفات في المتأخرين لقلة علمهم ولقلة دينهم أيضا تظهر فيهم هذه الأمور ويظهر فيهم السمن في أجسامهم لقلة خوفهم من الله سبحانه وتعالى لأن الذي يخاف الله يظهر ذلك عليه في مظهره نعم فما زال الشر يزيد في الأمة حتى ظهر الشرك والبدع في كثير منهم حتى في من ينتسب إلى العلم ويتصدر للتعليم والتصنيف نعم في آخر الزمان حتى يعني يكثر الشر حتى يظهر الذين يدعون العلم ويدعون المعرفة ويدعون وإن كان فيهم علم فيهم وإن كان فيهم علم فيهم والبدع في كثير منهم حتى في من ينتسب إلى العلم ويتصدر للتعليم والتصنيف قلت بل قد دعوا إلى الشرك والضلال والبدع وصنفوا في ذلك نظماً ونثراً فنعوذ بالله من موجبأة غضبه إذا ظهرت هذه العلامات ظهر الشر وانتشر وتكلموا به ونشروه في مؤلفاته كم في المؤلفات الآن من كتب الظلال ومن كتب الجهل وهذا دليل على ضعف الدين في كل ما تأخر الزمان يضعف الدين ويغلب الجهل نعم قال المصنف رحمه الله وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أربعة قرون ثم يجيء قوم بعد الأربعة القرون ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته لأنهم لا يبالون في اليمين ولا بالشهادة لغلبة الجهل والهواء لغلبة الهواء فيهم وقلة الدين فيهم لأن الشهادة واليمين يجب احترامهما فلا يشهد إلا على صدق ولا يحلف إلا على بر لقوة دينه فإذا ضعوا في الدين ظهر خلافه فيهم نعم قال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار نعم يؤدبون أولادهم فينشرون فيهم تعظيم الشهادة وتعظيم العهد بخلاف الذين ضيعوا أو يضيعون أولادهم فلا يربونهم على تعظيم الشهادة تعظيم العهد فيظهر فيهم عدم المبالات في الشهادة وعدم المبالات في العهد والله جل وعلا يقول وعوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا نعم فقلت وهذه حال من صرف رغبته إلى الدنيا ونسي المعاد فخف أمر الشهادة واليمين عنده تحملا وأداءا لقلة خوفه من الله وعدم مبالاته بذلك وهذا هو الغالب على الأكثر والله المستعان نعم إذا ظهرت هذه الأمور فإن هذا الدليل شر حدث في الناس عدم المبالات بالشهادة وعدم المبالات في اليمين بالله فهم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون نعم فإذا كان هذا قد وقع في صدر الإسلام الأول فما بعده أكثر بأضعاف فكن من الناس على حذر نعم كل ما تأخر الزمان ظهرت علامات الشرور والتعاملات السيئة والاستخفاف بالدين والاستخفاف بالأمانة ظهرت العلامات السيئة إلا من رحم الله سبحانه وتعالى نعم قوله قال إبراهيم هو النخاعي كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار وذلك لكثرة علم التابعين وقوة إيمانهم ومعرفتهم بربهم وقيامهم بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه من أفضل الجهاد لا يقوم الدين إلا به نعم ومن أعظم من أعظم أمور الدين تربية الأولاد على الدين وعلى تعظيم حرومات الله عز وجل كانوا يضربونهم على الشهادة والعهد وهم صغار لأجل أن يتربوا على تعظيم الشهادة وعلى تعظيم العهود وينشأوا عليها فهذا فيه التربية الحسنة من الوالدين لأولادهم والآن يعني قل هذا في الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى هل هم لا يبالون بأولادهم ولا ينظرون إلى من يدرسهم ويتلقون العلم عنه ويتفقدونهم وينقلون أولادهم من علماء السوء إلى علماء الحق حتى ولو كانوا في غير بلادهم فيذهبون بهم إلى أهل الخير ويسافرون بهم إلى أهل الخير ليتربوا على ذلك فهذا فيه عظم حق الأولاد على آبائهم في التربية وتلقي العلم تلقي الدين تلقي الأمانة ولا يتركون أولادهم بين المدرسين الذين لا يبالون في أمر العلم ولا يبالون في أمر الدين ولا يبالون في أمر الأمانة تركون أولادهم يتلقون عن أناس قد لا يكون عندهم علم أو يكون عندهم علم وليس عندهم عمل فليس الشأن فيه وجود العلم بدون عمل ولا الشأن فيه وجود العمل بدون علم فلا بد من الأمرين أن يكون العمل مؤسساً على علم صحيح من الكتاب والسنة ولو أن تنقل أولادك من بلد إلى بلد فيه العلماء فيه الخير أو تبعث بهم إلى تلك البلاد فهذا فيه هضم أمانة الأولاد في تربيتهم وتعليمهم وتوجيههم لأن الأولاد هم الذين يحملون الأمانة في المستقبل وهم الذين يحملون هذا العلم وهذا الدين فلا بد أن يكونون مؤهلين علمياً وعملياً وأمانياً على حفظ هذه الأمانة والقيام بها ولو أن تهاجر بأولادك إلى بلد فيه هذه الأمور الطيبة ليتربوا وليتعلموا حتى يعودوا حاملين للأمانة حقاً ويقومون بنشرها صدقاً وينفعون وينتفعون نعم وفي هذا الرغبة في تمرين الصغار على طاعة ربهم ونهيهم عما يضرهم وذلك فضل الله يعتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم نعم هذا فيه عظم هذا الأمر وإن كان فيه مشقة فإن فيه الخير وفيه نشأة الأجيال الصالحة فليس الشأن في أن يدرس أبنائك دون أن تنظر إلى من يدرسهم ومن ينشئهم ويربيهم على الخير وليس القصر نيل الشهادة وإنما القصر نيل الأمانة في الدين والعلم الصحيح نعم قال المصنف رحمه الله فيه مسائل يعني في الباب من عادة الشيخ رحمه الله أنه إذا انتهى الباب يذكر المسائل المستنبطة من الأدلة من الكتاب والسنة نعم الأولى الوصية بحفظ الأيمان قال الله جل وعلا واحفظوا أيمانكم نعم الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة منحقة للبركة كثرة الحلف من الباعة والمسترين الذين يحلفون على كل معاملة ويروجوا ليروجوا أموالهم دون نظر إلى الأمانة التي بينهم وبين الله سبحانه وتعالى وهذه ظاهرة سيئة نعم الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة منحقة للبركة الذي يحلف في البيع والشراء ويكثر من الحلف هذا دليل على أنه كذب لا يعظم اليمين بالله عز وجل وإنما يستخدم الحلف لأجل تنمية ماله وتكثير ماله دون خوف من الله جل وعلا نعم الثالثة الوعيد الشديد فيما لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه نعم الذي جعل الله ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم فالصدق يعظمون اليمين بالله عز وجل ولا يحلفون إلا على صدق ولا يحلفون إلا عند الحاجة وأما الذي يبادر بالحلف على السلعة وأنه أنها من الجنس الطيب وأنها أيضا من النوع الجيد ويحلف على ذلك لأجل أن يصدقه من يسمعه هذا دل على خفة دينه وتساهله في اليمين بالله عز وجل نعم الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي نعم أن الذنب يعظم مع قلة الداعي الارتكابه الذنب يعظم إذا تكبه الإنسان من غير داع إلى ذلك وحتى لو كان هناك داع فإنه يعظم اليمين بالله عز وجل ويعظم الأمانة التي بينه وبين الناس بالتعامل معهم بالصدق نعم الخامسة ذنب الذين يحلفون ولا يستحلفون المسألة الخامسة ذنب الذين يحلفون دون أن يطلب منهم أن يحلفوا فكذا هذا الدليل على تساهلهم في الحلف كونه يحلف بدون أن يطلب منه الحلف من أجل أن يصدقه المتعامل معه وإن كان على غير بر نعم السادسة تناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث نعم ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو القرون الأربعة التي بعد النبوة وبيان ما يحدث بعد ذلك من المخالفات لأجل أن يحذر المسلمون من هذا الأمر ويرب أولادهم على الصدق والأمانة كانوا يقول كانوا يغربوننا على شهادة والعهد ونحن صغار من أجل أن يعظم الحلف بالله عز وجل والأمانة نعم السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون الذين يشهدون دون أن تطلب منهم الشهادة يقول ترى عندي لك شهادة يا فلان ويروح يروج ما عنده من الكذب يغر الناس بذلك نعم الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد كون السلف يضربون الأولاد الصغار على الشهادة والحلف لأجل أن يتربوا على تعظيم هما ولا يتساهلون فيهما وهم صغار يعني يكونون دون دون البلوغ صغار لأجل التربية لأن الطفل ينشى على ما عوده كما قال الشاعر وينشأ ناشئ الفتيان من على ما كان عوده أبوه نعم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين